اشتركوا في القناة الجمع في حدود العدد عشرة يعني ايه يا ولاد؟ يعني ازاي اجمع رقمين صغيرين في حدود الارقام من اول واحد لحد عشرة طيب مين الشاطر اللي هيقولي الشكل اللي قدامي ده اسمه ايه؟ بلونات برافو عليكم طيب تعالوا نعد مع بعض كده انا عندي كم بلونة؟ واحد اثنان تلاتة شطار طيب احنا يا ولاد في الجمع بنعمل ايه؟ بنزود شطار بقى انا بيكون عندي رقم بزود عليه رقم كمان طيب يعني ايه يا مسي بزود؟ يعني بجمع طيب وبستخدم علامة ايه؟ الزائد بستخدم علامة الزائد طيب تعالوا نشوف كده انا هزود كام على التلاتة؟ واحد اثنان بقى انا زودت بلونتين كمان ومنساش اليساوي طيب تعالوا نجمع كده بقى انا عندي كم بلونة؟ واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة شطار بقى انا بقى عندي خمس بلونات طيب لو عايز اقولها باستغاد كلامية هقولها ازاي؟ ثلاثة زائد اثنان يساوي خمسة شطار ياولاد تاني حاجة معايا وهي المسائل الكلامية يعني ايه ياولاد المسائل الكلامية؟ يعني بيكون مديني قصة صغيرة وعايزني احل اللغز اللي فيها قصة صغيرة بسيطة جدا وبيكون فيها لغز عايزني انا احل اللغز ده ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض مع محمود عدد ثلاثة اقلام يبقى محمود معاكم ألم؟ تلاتة شطار وفي طريقه الى المنزل اشترى اربع اقلام فما عدد الاقلام مع محمود؟ تعالوا نعيدها كده تاني من الاول محمود كم معاكم ألم؟ تلاتة طيب وهو رايح المنزل بتاعه او البيت بتاعه اشترى كم ألم كمان؟ اشترى اربع اقلام طيب دلوقتي انا عايز اعرف عدد الاقلام كلها اللي مع محمود يبقى هعمل ايه؟ شطار يبقى هجمع ليه يامس هجمع؟ عشان انا عايز اعرف المجموع الكلي بتاع اللقلام عدد ما عايز اعرف المجموع الكلي يبقى هجمع كل اللقلام اللي معي يبقى هقول ايه؟ عدد الاقلام مع محمود هو كان معا كام؟ تلاتة شطار وزودت عليهم كام؟ اربعة طيب انا عايز اعرف دلوقتي تلاتة زقت اربعة هجمعهم ازاي؟ هحط الكبير في مخي اللي هو اللاربعة والصغير على ايدي اللي هي التلاتة وعد بعد اللاربعة 5 6 7 شطر 7 ايه 7 اقلام منساش التمييز بتاع المسألة 7 اقلام العد بالعشرات يعني ايه يعني اول حاجة عايز اعد عشرة او ابدأ بعشرة وبعدين لو زودت علي عشرة كمان هيدديني كام عشرين برافو عليكم يبقى انا كل شوية بزود عشرة كل شوية بزود عشرة فاسمها ايه ان انا بعد بالعشرة يعني ببدأ بعشرة وبعدين بزود علي عشرة كمان فبقت عشرين طيب لو زودت عشرة كمان تلاتين وكمان عشرة اربعين وكمان عشرة خمسين برافو وكمان عشرة ستين ها نكمل مع بعض سبعين شطر تمانين تسعين مئة برافو عليكم يبقى العد بالعشرات انها انا ببدأ من اول رقم عشرة وبعدين بزود عليه كل شوية عشرة يبقى كل ما زود عشرة هيدديني كام عشرة وعشرة يديني كام عشرين لو زودت عليهم عشرة كمان يبقوا كام تلاتين وهكذا هبدأ من اول عشرة واوصل لحاد مية مكونات العدد عشرة يعني ايه يا ولاد مكونات العدد عشرة يعني ايه الرقم اللي لو جمعت عليه رقم كمان هيدديني عشرة تعالوا نشوف كده مع بعض اول رقم هنا ميدديني خمسة طيب انا لو جمعت الخمسة دي لو حطت عليها رقم ايه عشان يديني عشرة ايه الرقم اللي هحطه على الخمسة دي عشان يديني عشرة تعالوا نحط الخمسة دي في مخنا ونعدت على قدينا لحد ما نوصل للعشرة بعد الخمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة يبقى انا استخدمت كام صباع خمس اصابع شطار يبقى خمسة زائد خمسة هيديني عشرة طيب تعالوا نفكر كده مع بعض عشرة زائد كام هيديني عشرة هو ايه ميس الرقم اللي انا لو جمعته على العشرة هيديني عشرة بردو السفر شطار ليه يا ميس عشان السفر لو جمعت عليه اي رقم هيديني نفس الرقم السفر ياولاد لو جمعت عليه اي رقم هيديني نفس الرقم يعني عشرة زائد سفر هيديني عشرة طيب خمسة زائد سفر هيديني خمسة وهكذا طيب كام زائد واحد هيديني عشرة شطور التسعة طيب تعالوا نبص كده للتمانية لو جمعت تمانية زائد كام هيديني عشرة ها تعالوا نعد كده بعد التمانية على قدينا بعد التمانية تسعة عشرة يبقى تمانية زائد كام اثنان شطور طيب وكام زائد تلاتة هيديني عشرة تعالوا نعد بعد التلاتة بعد الثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة طلع لي كم سباع؟ سبعة شطار يبقى سبعة زائد ثلاثة هيديني عشرة طيب أربعة زائد كم هيديني عشرة؟ شطار أربعة زائد ستة يبقى احنا عندنا خمسة زائد خمسة وعشرة زائد صفر وتسعة زائد واحد وتمانية زائد اتنين وسبعة زائد ثلاثة واربعة زائد ستة هيدوني كلهم عشرة طيب أما لقي يا ميس للنحية التانية ده ده عكس الأرقام إزاي؟ يعني عشرة زائد سفر ممكن أقول سفر زائد عشرة وبرده هتديني عشرة طيب التسعة زائد كام؟ تسعة زائد واحد يديني عشرة لو عكستها هتبقى واحد زائد تسعة برضه هتديني عشرة طيب إزاي يا ميس؟ طيب تعالوا كده نحط الواحد في أدينا ونعد يلا في مخنا ونعد بعد الواحد بعد الواحد اتنين تلاتة أربعة حمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة شفتوا استخدمت تسعة أصابع بالزبط زي الرقم اللي معي وداني عشرة طيب وإيه كمان؟ اتنين زائد تمانية مش هنا الناحية التانية مديني تمانية زائد اتنين يبقى لو عكستهم هيبقى اتنين زائد تمانية تلاتة زائد سبعة برافو طيب هنا مديني أربعة زائد ستة صح؟ الناحية التانية بقى مديني ستة زائد كام؟ أربعة شطر يبقى لازم نحفظ يا ولاد الأرقام اللي معايا دي عشان أعرف أجمع رقم زي الكام هيديني عشرة تعالوا نحل مع بعض بقى أسئلة على كل اللي احنا راجعناه اختر الإجابة الصحيح أول سؤال معايا بيقولي خمسة زي الثلاثة يساوي تسعة ولا تمانية ولا ستة تعالوا نحط الرقم الكبير في مخي اللي هو الخمسة والصغية على إيدي اللي هو الثلاثة واعد بعد الخمسة بعد الخمسة ستة سبعة تمانية براظوا عليكم يبقى هاختار تمانية السؤال اللي بعد كده بيقولي أربعين خمسين نقاط وبعدين هاختار ستين ولا تلاتين ولا عشرين وأنا كده يا ولاد بعمل إيه شطار بعد بالعشرات يبقى أربعين خمسين بعد الخمسين ستين شطار السؤال اللي بعد كده من مكونات العدد عشرة ستة زائد كام اتنين ولا خمسة ولا أربعة تعالوا نفتكر كده مع بعض الستة بجمع عليها رقم إيه عشان يديني عشرة شطار ستة زائد أربعة طيب لو أنا عايز أتأكد أعمل إيه أحط الستة في مخي واعد على إيدي لحد ماوصل للعشرة بعد الستة سبعة تمانية تسعة عشرة يبقى أربعة أصابع يبقى الرقم بتاعي هيبقى أربعة بروفا عليكم شكرا لكم يا حلوين وإن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة اشتركوا في القناة